السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله أحرار في المغرب الإسلامي وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي حيا الله الأحرار في كل العالم جمعة مباركة يا خاتي جمعة مباركة جمعة طيبة إن شاء الله بدلة خير البرح كنت في الفيديو زعفة بزافة كثير من الناس قالوا لي ما تسعف شرم عصابة ويتهون وتروح أنا والله ما زعفني ومتغشش عليه وإلا العصابة بس كالعصابة هذي في عيني أنا والله لا أهون من أي شيء أهون من أي شيء والحل فيديك نتم ويشع والله لو تخرجوا سمانتين وارة بعد كل يوم هذا الجدار الأمني هذا كله ينكسر وتسقط العصابة في أسبوعين إن شاء الله ولكن مثل ما يقول المثل إلى أن يأذن الله ربي ما زال ما أذنش نتمنى أنه يأذن في أقرب الأجل كي أن الناس نسمح ما يقول الله باعوا البلاد وراحت وضاعت ومعنا بليش ودي موراليزي الموراطع وطايح بزاف لا لا يا أخي لا لا البلاد ما راحج مدام عندها شعب عظيم مدام ما زال عندنا شعب فيها الروح ومدام القلب ما زال ينبض البلاد ما راحج البلاد ترجع لكن نوض حزم حزم روحك وخرج وخرج مع الشعب ما تشوفش اللي قاعد تشوف اللي نايد هدية الدنيا تشوف اللي نايد خوي راح نوض معاه تشوف هذك اللي يخرج روح صاحب ووكف معاه ما تشوفش هذك اللي قاعد في داره الله غالب بلك عنده ظروف خاصة مانيش عارف مقدرش نجزب على معظمك ونعتذر فيه ناس بزاف قالوا لي تجاوز الخطوط نعتذر على هذا الشي سامحونا انا مازعفش على خطاب تبونكي هدر على الغاز الصخري الغاز الصخري ماش رح يكون في الجزائر باذن الله قالوا ينضيروا في بلاس الطيارة وين تحمل الجوهاش الله واعلم وين هذا في المريخ شبر اخر ركنه في الجزائر هذي كتاع الجزائر والله لو كان الغاز الصخري في دولة اخرى مش في بلاد الجزائر واللي راح تستخرجوا شركة جزائرية لعرض هذا الشي لانه راح يكون افساد في الارض افساد في الارض والمؤمين انهم همش مفسدين في الارض البرودوشهم اللي يتخرج بهم لغاز الصخري هو خطير جدا يأكل الاخضر واليابس يفسد المياه ويقتل الحيوانات ويمرض حتى الانسان فلا نقبله لا في ارضنا ولا في ارض غيرنا يعني المسلم لا يحبش الفساد لا في بلاده ولا في بلاد الناس لكن انتم مجرمين انتم مجرمين ونحن نستعين بالله عليكم باذن الله عز وجل باذن الله وسينصرنا الله باذن الله كان شي اخر اه هو يعني نداء قال لك راح تكلم هو قال راح تكلم مع زروال ولقاء حميمي فنحن نرجو من زروال اللي تكلمنا وشين هو هذا الموضل هل هذا صحيح وش الاتفاقيات بطلنا هذه الخدمة تحت الطوابل الآن من زروال نعرفوه راجل ممزون مقاوم ونعرفوه انه حتى جنيزهم يحضر لهم جنيزهم كيموتهم مرحل عندهم وشوفوا الجنيز اللي ماتلكم مرحل عندهم انا رجل انه يخرج يتكلم يقول ايش اللي حسب بيناتهم انا كل شي وفي الخفاء وكل شي تخبيه هذا لا نقبلوش نقبلوش الأمور هذي اشياء هذي تكثر الشكوك وتخلي عالمة استفهام عند الشعب تجعلن قسامات ايش اللي يدار بينك وبينه انا منظنش انك استقبلته اصلا بي 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 ب حتى لو دخل دارك لكن انت مرافض انك تستقبل هذا املنا فيك املنا في الله اولا واخيرا ثاني شي قال لك تكلمت مع الاستاذ الدكتور مليكشي ومحمد هبا على ما اظن قال لك تكلمنا ومش عارف على مساعدة الشباب والله الشباب مش محتاج منك مساعدة المساعدة اللي يحتاجها منك الواحدة انك تز تزح وجهك وترحل ارحلوا هذه المساعدة اللي احبتوا فعلا جزائرين واحرار فعلا وفعلا همكم انكم تساعدوا الجزائر وانكم تساعدوا الجزائريين ارحلوا خلوا الشعب يقرر مصيره ومتمنى وان الدكتور مليكشي والاستاذ هبا دكتور انه يخرج يقول على وش تافقوا على وش تافقوا هو يقول انك تكلم معاكم الله اعلم انا واحد من الناس مكذبوا مع وحدته فيتكلم مع دكتور وش رح يكون النقاش ونقطة توضيح بعض الناس قال لك هل الخاتمة ذاك اللي فيها اللي لابسوا اللي يتكلم عليه انه سحر يا ودي انا لو شوف ارجع الفيديوهات من قبل قلتلك هذو الناس يمشوا بالسحور يمشوا بالسحور وانا مسؤول على الكلام تاي وعارف شكين وش مكنش هذو الناس يستعينوا باقطاب السحر اقطاب السحر هم رؤوس السحر السحر يعني كما نقول احنا الاساتي ذات على السحر الشوخة تع السحر السحر يستعينوا بهم وانا متأكد من هذا الشي مش محتاج واحد يقول لي متأكد مليون في المية هذا كيسموه بالسحر بالسحر للقبول وانا انا نقول لك السحر على الظهار بش يظهر على الناس اي انسان يروح يهضر معاك تكون قدامه تشوفوا حاجة كبيرة وانا كلامه مسموع وتشبع كلامه ويجي كلامه بس حيث انسان يكون عن بعد ويكون متاقل له يشوف كلامه كله ما عنده حتى مهانا خاشا به فاسد أما إنسان يكون قدمه وينبهر به وهذوك اللي ضايرين به كل من يبهرين به تأثير السحر لأن هذوك الناس اللي ضايرين به لو كان فيهم إنسان فعلا يصلي متق الله ويصلي الفجر في وقته ما يأثرش في السحر ونعم ما عنديش شك أنه فيه ناس كما كذلك لكن بما أنه يكون وحيد تقريباً والناس كل أخرين موافقين خوفاً خلاص هو عارف أنه لكن مجبرون أخاك لبطل فالناس اللي ضايروا به سواء صحفيين سواء وضع سواء مش عارف فيهم ناس أولاد ناس وفيهم ناس يصلوا وفيهم ناس يقرقوا عنه هم قاعدين يشوفوا فيه بللي كهضرتوا قاع خشبية لكن ما ما يقدرش يهضر لأن الناس كل ما شامع تبون تبون على أوبليتر فيسكت يختار يسكت لكن احنا نتمنى من الشعب الجزاري أنه تسكت انتهى لأن علامات الريضة هو السكوت السكوت هذا دمرنا سكتنا ستين سنة ستين سنة سكتنا قال لازم خلاص انتهى جدار الخوف تكسر والله ما رح نعملوك حاجة قال الحاجة كي تهضر وتخرج للشعب تقوله ما أنا خلاص ما يعلمك الشعب يحتضنك يحتضنك الشعب يحتضنك الشعب ويسندك ويوقف معك حتى تفوت هذا المحن بإذن الله لا إله الله محمد رسول الله وشفت واحد الفيديو في السوشال ميديا يا خاتي خاصة في الإنستغرام تعو واحد هذا قال لك إيمام إيمام ومي يجبوه دايما يحضر يصلي بهم جمع وخاطيب وقال كلمة على المنبر كلمة بذيئة جدا فالخطة بتاعو قال لك حنا هانا فتحنا الفتحنا للشباب يعني بوش يا هدرو قال لك ولو يكذبوا يقولوا ما كانش علماء وما كانش مجاهدين ومنهم بعد تطلق واحد الكلمة ربك واحد ويعلم بها والله أنا استحين هدرا أنا استحين هدرا كنت نزعف يعني نفلك لكن ما نوصلش لهذه الدرجة ما نوصلش لهذه الدرجة باش نقول لهذه السفاة كلمة سفاها فعلا يعني طايحة تعب الصح أنا نقول لك من هذا المكان أنت عندي شيء نقول لك أنت أنت إنسان من كثرة كذبك الإنسان لما يكذب بزيء فيه وليه هو يصدق الكذب تاهم الإنسان لما يكذب يتعود الكذب يكتب عند الله يكذب لكن الأخطر في هذا الموضوع أنه هو يصدق كذبه هو يكذب ويصدق في روحه أنت صدقت نفسك أنك عالم أنت أنت صدقت نفسك أنك عالم كل الناس كل الشعب الجزائري يعني على استثناءات الولاد الصغار ولا مالبيش كلهم عارف أنك ماكش عالم أنت أفسد الناس أنت من أجدادك لما جات فرنسا تحرب تقتل في الجزائريين كانوا عاطينها الولاء والبراء كانوا يعتبروها ولي الأمر وكانوا يكلمون الجزائريين ويقولهم فرنسا أنها ولي الأمر ليش الحاكم المتغلب وأنها عندها شرعية وجب الطاعة هذا هو ما يجدادك فراحوا هما في ستين داهية بقيت أنت من مخلفات جابوك حطوك الثم وكأنك عالم تظن أنك عالم والله 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 إلا أنت أتفه الناس أتفه الناس يوم خين الأركين قيت صالح أعمل انقياب تطلع تهزل عصا تحكو ودير خطاب على الناس وهذا جيش وهذا من وهذا من وكأننا ننحن ضد الجيش لا إله الله محمد رسول الله قبّحك الله قبّحك الله وعند الله تجتمع الخصوم قبّحك الله اليوم جمعة قطع الله ألسنتكم قطع الله ألسنتكم وقطع الله دابركم لا إله الله محمد رسول الله بوخوتي الزعف اللي زعفته أنا ما زعفت قللك ما تزعفش عليهم هم يروحوا هذا عصابة أنا ما زعفت عليهم هما ما زعفت عليك يهضر على الغاز السخري ويهضر على أنا لما ما تكلم هو على الطفل هذا الصورة اللي طلعت في السوشال ميديا تعطف المسكين اللي هالصباط هذيك اللي إثارة أعصابي ما توصلش بك التفاهة والحقارة والإنحطاط أنك تستعطف الناس بهموم الناس أنك إنسان مثل هذا تخدم به تحب تدير به الباز بش يقول زعمارة رئيسي خمم في الشعب تهضر على إنسان كما هكذاك عيب وعار عيب وعار أنك تطلع على ظهور ناس كما هكذاك من قبل هاش من قبل هاش عيب وعار فعلا عيب وعار هذيك اللي خلتني موسوس خلتني رأسي يوجع تروح خمسين سنة وطفل بوفور ما شفتش هذوك الناس وذرك زعمار بش تستعطف الناس قال زعمار سنة شوفونا هذرو عليها هذا بش تدير وسلم تطلع عليه هذك الطفل الصغير تدير وسلم تطلع عليه على ظهر الناس لا والله من قبل هاش هذي ونوه ووقفوا معه وعيش أحسن بإذن الله مش محتاج واحد من كنت بوش يتصور تصوير معه ويقول نحن ندرنا كما ذاك الوالي اللي راح عند خون هذك الامازيغ الحر المسكن اليتيم اللي سرق له السعاية سرق له راح يقول هيا الارض من عندنا والسعاية من عندنا كانوا راح يجبد من يعطيه لا لا يا اخي اذا اذا توزعت له سعاية فهي رزق الجزائرين من حق يدي سعاية من حق يا رب اي انسى حب يخدم خدمة من حق في بلاد ويديرها نورما اذا حب الغلم تعطول من اموال الشعب يستفت الشعب الشعب يرضي يعطيله يعطيله خلي يخدم حب ارض يفلح خلي يخدم ولا حاجة رزقكم حتى الاموال التي تم رزقكم بدأتها كانها رزقكم ففرقتها و خلي الشعب عري ين ايه وتب قال لك انا انا اعرف ادراهم و كنت ولي رئيس نجيبهم ادراك قال لك ارجع ويدونس لا لا مش ارجع ويدونس ارجع كل شي ويتحاسب اش رأيك في هذا الموضوع هذا حل سلم يرجع كل شي ويتحاسب لانه مش رزق بابك انت بوش تخلي لهم نص لا هو رزق بابك ولا رزق موك لنهب مئات المليارات ومئات الملايين من الوروات يقسم كأنه يقسم معك كأنه من جيب بابك يقسم معك ولا انترك من جيب بابك تفرق رزق الشعب يرجع فرنك فرنك بإذن الله وان غدا لبناظره لقريب وغد وراها جاية جاية بإذن الله جاية جاية موش لسق بابك بوش تفرق على الناس زعم يدير معهم التسوية يخلوه نص ويدو نص ويروح ويخرجو سعدان يمدي 300 مليون أورو تم يدي 150 مليون أورو 150 مليون أورو حنا نعيش بها مليون شاب جزائري مليون يتزوجوا ويدروا ضيارة ويعيشوا ترانك شاء مليون بنادم فهمت الله ما فهمتش بش من حقه يديها بالعكس يرجع 300 مليون والعقارة يتباع باسم الدولة الجزائرية باسم الشعب الجزائري وترجع للخازينة وهو يتحاسب لأنه خان الأمانة يا خوان خان الأمانة يا أعضاء الله يا أعضاء الله ولي تتقسم وفي دراهم الشعب هذا يدي نص وإنت ثاني تدي نص لأنك تأموها للشعب ترجع نص وتدي نص وودك اللي جاب الكوكاين يدي نص ورجع نص ومرتك اللي مشاركة مع الفجار مثل الكوكاين تدي نص وتسمد نص تقسم الجزائر نص لك ونص للشعب وشراكم في الموضوع الله لا يتربحكم الله لا يتربحكم بوخ خوتي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا شوفوا خوتي والله العظيم أنا متأكد منها راهم ناس يمشوا بالسحور والله لا أهون وأضعف من الشيطان شوفوا السرطة كي تروحوا ودروا مظاهرات اليوم الجمعة بإذن الله أدوها من عندي معلش جربوا السمانة هذه والسمانة الجاية جربوا كي يوقفوا الشعبين يبقى عيط لهم يا البوليسية والعصابات في بلاستاذ الهضرة أقرأوا عليهم يقول هو الله هو أحد لأنهم والله يدغلينهم قاع بالسحور والسحور هذا ليس لازم يشربوا ولا يأكلوا في المراكز وين يدخلوا غير يتخطى عليه سايم يخرج مدبدب يخرج أي حاجة يقول له ديرها ما جربوها قرأوا عليهم القرآن بنية الرقية وشوفوا كي تجرب ما خسرتوا المهم خاتي بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا وسمحونا البرحة فلة العيار بزاف عارب لي فلة العيار الله يجزيكم بخير وجمعه مباركة النصر قريب بإذن الله السلام اشتركوا في القناة